السلام عليكم مرحبا بكم في قناة حلويات موني اليوم بحول الله في التحضيرات القبلية لبوفي عيد ميلاد ان شاء الله نقدم معكم كيفية تحضير الكيك بوبس أو البوب كيك يجيو هائلين وزوينين في المنظر ثم الكوب كيك زينتم على هذا الشكل هذا للحسب للتعم اللي هنخدم به العيد ميلاد ان شاء الله يجيو هائلين وراقيين في التقديم وكذلك اليوم سوف نحضر معكم الجانب الكاب كيك والكيك بوبس الكريمة البرتقال اللي سبق لي من قبل حضرتها معاكم في القناة غير هو هاد مره غنضاعف المقادر لانني محتاجها باش نعمر بها الكيك الرئيسي اللي هنقدم في البوفي ان شاء الله فابقوا معايا باشتفدوا من الطريقة اللي هنخدم بها في تنظيم الأعمال اللي كان نقدمه من قبل ممكن تستفدي معايا ولو بالقليل ان اعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بلايك وشجعونا بالاشتراك والضغط على الجرس باش تفصلوا بكل جديد ان شاء الله ودعمونا بالبرتاج مع العائلة والاصدقاء لتعم الفائدة على الجميع والمزيد من الاستمرارية والعطاء بسم الله على بركتي الله اول حاجة هي كريمة البرتقال نحن خدمها بدون نشا ندر 6 بايدات يعني المقادر اللي قدمت معكم في القناة من قبل نخليكم الرابط ان شاء الله كنت دير نصف المقادر اليوم سأدي 6 سفار بايد ثم الملح وعصرة البرتقال وعصر الحامض وقشور البرتقال ونخلط الكل يعني انتو ما كنت شوفوا معايا في الفيديو إلا كنت نسيت شي حاجة نخلط نساجم العناصر ونضيها فوق النار يلا تصدد جي فيها الغلية سوف نحييرها ونخليها اشتغلها مني بدأت تطلع فيها الغلية هذا هو القوام ديالها ربقة سخونة مباشرة سوف نضيف لها كمية ديال الزبدة لا تخليها اشتغلها يعني كما بيينت لكم بالأصبوع يدوزوا الأصبوع ديالكم إلا بقى الخطين لا تتلاقوش صفير هذا هو القوام دياله كنضيفه الزبدة وكتدوب مع ذيك الحرارة ديال هاد الكريمة هذي كيوالي في واحد القوام هاد الكريمة هذي رانشجعكم لبنات سيقون لا تشبعوش منها خسكم تجربوها سبحان الله فهو حد طوق زوين بزاف يعني كيجمع ما بين الحامض والبرتقال يعني تبقي تابعها يعني صراحة خدوها مني بكل ثقة سوف تجربوها لا تتموش عليها سوف تنفعكم بحلها كحشو في الكيكات اعياد ميلاده او لأي كيك عندكم شوفوا معي القوام كيف يكون يعني يكون ماشي خفيف وعندما تبرد نضيفه في الثلاجة تضيفه في الثلاجة وتضيفه في الثلاجة سوف نغطي لها محادي لها بلاستيك الغذائي نضيف حرارة المطبخ ندخلها في الثلاجة تبقى ليلة كاملة لأننا سوف نحتاجها لغد ان شاء الله نمشي ونوجده الكوبكيك هما حضرته معكم في القناة نخليكم الروابط هذه الوصفات في شاشة النهاية في المربعة صغر لتأخذ المقادر بكل دقة أتمنى أنكم تستفيدوا معي من التحضيرات كأفكار وكيف يعمل وكيف يعمل وكيف ينظم أموره ولكن نتقسم معكم الأعمال كيف نحضر مسبقا لأي مناسبة أو تنظيم فالعجين كابكيك لا ترى لأنه فيديو منزله في القناة كابكيك نقدم كابكيك باللون الوردي تعمل منزله بالألوان الوردية بحل هكا هم صغورين يعني نديرو ثلاثة الأربعة بحل هكا وراكين تفخوا لأنه هاد القوالي بهادو ديال الكارتون تيكونوا مضيقين فسينوغمال أنه من بعد الطهي غاي يديرو ديك القبة كما كتشوفو من السمين بالبرتقال دخلهم الفرن متوسط الحرارة حتى يتحمروا بحلقة هائلين وولدات كيف يأتي هائل يعني تقديم البيفة نخدمه على الألوان والشيء التي تكون جدابة للأطفال واحترى الكبار اللوحة فنية فوق البيفة لبداية رائعين و هائلين أسا الله إعجبكم بذلك نحضر الكيك بوبس سأخذون الكيك لأي كيك عندكم نطحنه لأيها لربا نظيف لنزين الورد بشكل مسطح طحنتهم مزيج من الكيك الشوكولات و الكيك الرؤوس ثم طحنتهم و القليل من الكوك جوز الهند و طحنت الخالط و نجمعه بميزانك لا يوجد مقدار يستطيع تجريبا تجريبا منها كورة تجريبا تجريبا و تجريبا مرحبا و سوف نزيد صغير و لنزيد لشوكولات يكون لوم يجبا نشكل منهم كورات متوسطة الحجم حسب الرغبة نحن نضيف بلاستيك غذائي وضروري نضيف بلاستيك غذائي 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 نضيف بلاستيك غذائية وعيد انه تبت وسط الكرة العجين مني كان ايكي بردو وكانت اكد منهم انا وثابتين كان عودنا ندخلهم او نغطصهم في الشوكولات وكان ندري عليهم بهذه النجيمات الملونة مادم انه تام دي القوس قوزة اللي معروف بالمزيج دي الالوان اللي كتكون فاتحة وكتجدب العين وكتعطي واحد الراحة اه في النفس فهد ما لقيت ان هاد نجيمات مناسبة للزين وانتو ما انا كنت تسمعكم غير افكار على حساب ذلك شي اللي بغي نقدم انا ولكل واحد عنده الدوق دياله في الزين زينه بش مما بغيتو كيراهم كيعجبوا الوليدات وكيحماقوا عليهم يعني صراحة كي يجيهم زوينين وكيمشوا ليهم اللولين يعني وليدات صغارة كيف يفكرون ذكو جاك اللي كيتباع على بره وهو ما اخدمنا اي حاجة بالدار يعني صحيين يعني ما شاء نكتر منهم يعني الحلاوة بطبيعة الحال كل حاجة على قطها ووحد يأخذ حاجة حاجة مهنة باش اللي يكون في الواسط ما غا نضرروا تشي حاجة لان واتش ما كنا ناكلوش يوميا ولا مشكل كبير وكي يجي مره في شحار ولا هذا ما فيها باس فكنزين على هات الشكل هذا كي يجيو دك نجيمة زوينين مشكلين من الالوان جو مناسبين في التعم ديال قوس قوزة كنحطهم فقل ورقة الزبدة تاكين شفو اولا ندخلهم للتلاجة فكي يكون هذا وشكل ديالهم في التقديم ان شاء الله تشوفوا معي وكل شي في التقديم نهائي في البيفي ان شاء الله الى الكتاب فشكي بردوك يجيو هات الشكل زوين وكذلك الكاب كايك اللي حضرنا زينتو معلها هات الشكل هذا انا بقى ما عارف اش دابا واش نخليوا معلها كونو نزلل مشي تزين اخر من فق مهم هذا تزين ديال لاباز يعني رهم كافي يتقدموا بحلوك جدابين وزوينين كعجبوا الوليدات وحتى الكبار على الشلة متعة للعين وهذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى ان نويني لإعجابكم دعمونا بلايك وبطرطة جو مع الأصدقاء والعائلة وإلا كنت أول مرة تشوفوا محتوى قناة حلوية موني ما تبخلوش بالاندمام القناة دعمونا بالاشتراك بالضغط على الزر سبسكرايب الأحمر وتفعيل الجرس اللي في الخطين باش توصلوا بكل جديد نقول لكم شغرا على الفرجة نخليكم على خير وما ينقصكم خير كيف العادة ما السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة